بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني من مراجعة الفصل الثالث مراجعة التفاضل بعد ما كمنا المعدلات المرتبطة بالزمن نجى على موضوع ثاني يعني مو شرط 100% يجي لانه السنة عندنا تطبيقات دخلت اكيد هي اللي راح تجي بس يعني احتمارها جيتة 60-70% وموضوع نقدر ناخذ عليه درجة بسهولة راح نشرح مبارهنتين بصورة سريعة مبارهنة رول ومبارهنة القيمة المتوسطة رول Theorem والMean Value Theorem دير بالكم متميزين الMVT يكتب لكم مبارهنة رول قال لك شنو راح ينطي بصورة سريعة راح ينطي دالة ينطيكم دالة function of of x وانواع الدور راح ناخذه وينطي فترة وياها من الى هذي هاي مو اكس وي هاي من اي الابي من الواحد للاربعة مثلا انت ش راح تسوي عندك شغلتين جزئين بالمبارهنة مع الرول ومبارهنة القيمة المتوسطة عندي شروط عندي شروط مبارهنة رول وعندي ايجاد فتقيمة معينة اسمها c ما اقدر اروح اطلع قيمة c اذا ما نقبل بالشروط اللي حتها رول فرول عنده شروط قال اذا قبلت بالشروط اللي عندي اروح اطلع لكم فتقيمة اسمها c ونعرفه احنا c اللي هي critical value اللي هي النقاط الحرجة ترى هذه c هي نقاط الحرجة العظمى والصغرى او ممكن تكون مجرد نقطة حرجة المهم شروط رول شنو شروط رول استمرارية continuity قابلية الاشتقاق differentiability ولازم FA يساوي FB الاستمرارية وقابلية الاشتقاق مثل ما تعرفون ومثل ما تتذكرون تعتمد على على شنو الاستمرارية قابلة اشتقاق تعتمد على نوع الدالة الاستمرارية دائما تكون على فترة مغلقة وقابلية الاشتقاق تكون على فترة مفتوحة FA و FB شنو هذيني الأرقام A والB من تعوض A بالدالة يصير اسمه FA ومن تعوض B بالدالة يصير اسمه FB فواحد شروطه يريد FA يساوي FB يعني تعوض طرف اي الفترة بالدالة لازم النواتج النواتج تطلع مستساوية لانه من المستحيل الفترة تكون طرف الأيمين وساوي طرف الأيسر هاي مو فترة يعني ماكو فترة من الواحد للواحد هاي مو فترة هاي تمام زياد اذا قبلنا بشروط رول هذا طبعا ما بيفت شرح معين بس هذا لا لازم كل دالة بصورة سريعة تفهم شرح مالتها وتبدي تحل أسيلة قيمة C شون اطلعها اول شي نشتقل دالة نبدل كل اكسب شنو C اساوي ببيش اساوي بالصفر ورا نطلع قيمة C ودير بالك قيمة C ناخذ فقط اللي تنتمي للفترة المفتوحة اكو فترة مغلقة هاي سموها فترة مغلقة وهاي فترة مفتوحة فرقها شبير ترى هي يعني مثلا اذا طلع لي C يساب واحد وان الفترة مالت من الواحد للاربعة فالواحد لا ينتمي للفترة المفتوحة اذا طلع لي C يساوي اربعة فالاربعة لا ينتمي للفترة المفتوحة اذا طلع لي C ستة اصلا هذا مبين برا هذا 100% لا ينتمي للفترة من واحد للاربعة بس إذا طلع مثلا سي اثنيا فالاثنيا اش بي ينتمي للفترة من واحد الى اربعة فقيم سي ناخذ فقط اللي بين الاي والبي بين الواحد والاربعة فدير بالك نجد قيمة سي وناخذ فقط اللي تنتمي دير بالك من ما تكتب تنتمي فرح ينقصون عليها اوكي رح ينقصون إذا ما تكتب ينتمي ما ينتمي زيان شنو اللي شنو اللي عدنا هسه احنا كيش رح نحتاج نحتاج لازم نمر على الدوال او على انواع الاسئلة اول شي وبعديا على الدوال واحدة واحدة زيان انواع الاسئلة النوع الاول من مباراة نترول النوع الشائع وزاريا ينطي دالة وفترة كنة ويسأل ويكون السؤال هل ان الدالة تحقق مباراة نترول هل ان الدالة تحقق مباراة نترول ثم جدت قيمة سي ان امكن ثم جدت قيمة سي ان امكن هنان رح نروح نتفرع لازم ونحكي حسب الدالة كل الدوال جاية ويزاري ما عدا طبعا الدالة الشطرية لان سؤالها مع الكتاب سؤال ركيق جدا رح احاول ان ازل محاضرة على قد نصع حل سؤال شوية فكرته اقوى وانو قلت لك هي ما جاية وزاري فهس رح نحكي بذني اللي جاية وزاري لان انت سرعت حل اسئلة وزارية رح نبدي دالة دالة انت ش تحتاج من دني الدوال بس استمرارية وقابلية اشتقاق لانو قلنا شروط رول افل اي و افل بي ما علي هذا هذا تعويض هاي خطوات ايجاد السي سهلة المفروض اوكي زيان نجي على اول دالة دوال كثيرة حدود لازم تعرف شون تعرف هاي الدالة البولونوميا طبعا هي الدالة اللي لا به اكس بالمقام ولا به اكس تحت الجذر هي الدالة اللي لا به اكس بالمقام ولا اكس تحت الجذر وطبعا الاسس ما الاسس تكون كلها موجبة لان تعرفون اذا سالب ممكن ينزل الجوة صار كسرية وما بيها كسر لان اذا الاسس كسر معناه هذا شينه جذر فيا مو بس بنظر عينك تعرف ان انت ما بيها جذر تحت الجذر اكس وماكو اكس بالمقام لا لازم تفوت بالتفاصيل العميقة اش بيها هاي الدوال احشيلي بالزبدة استاذ كافي احنا فاهميها وما اخذينا تفاصيل مالتها اذا انطاك فترة وجدتك دالة مثل هذه هاي الدالة ما تخوف لانه مجالها ار مجالي المسموح ليعوض ار فما حد يقدر يوقف هاي الدالة لان احنا قلنا الاستمرارية معناها هل اكو قيمة من قيم اكس اذا عوضها ما يطلع ناتج فهاي الدالة رأسا انت ومغمض منتجه وهي دوالة طبعا مهمة لتسازي بها رأسا تكتب الدالة مستمرة وقابلة للاشتقاق لانه هي الدالة هاي من تشتقها هم يعني تبقى كثيرة حدود يعني 100% راح تكون مستمرة اوكي فرأسا تكتب الدالة مستمرة وقابلة للاشتقاق مستمرة على فترة مغلقة وقابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة لان الدالة كثيرة حدود متميزين تعرفون continuity and differentiability, function is continuous on the interval because the function is polynomial, and function is differentiable on the interval because the function is polynomial. تمام بس هايا تروح شسا ويسا قرأت هذي ركزت بها الدوال كثيرة حدود عرفت شينية لا تنسحت ويايا الاستمرارية تكتب الدالة مستمرة لأن الدالة كثيرة حدود. اكسب وقت بدن الدوال حتى شوية روح نتعمق مثلا بالجدرية. ولو قلت لك يعني اكسوال فرات واحد يحتيها خلال السنة بابا تجي. يعني مو ما تجي ماكو داعي ان يتعمق السيء. شي سوي انت حبيب السيء تروح مبارهنة ترون تحلك هاي الدوال. طبعا مو شرط تحلوها كلها بس هي الدوال كثيرة حدود تعرفون سهلة. يعني ماكو داعي تكتب الاستمرارية قابلة تشتقاك كل شوية. رأسا مرة واحدة تكتبها وها هي. فيفضل تحل كل الاسئلة. الصر سهلة عليك. هنا تجي باع على اليد تباع على الدالة. هاي شيني الدالة؟ هاي دالة كثيرة حدود. منطين الفترة بغض النظر عن الفترة. اشتكتب اول شرط اللي هو شنوه؟ الاستمرارية. شبه هي الدالة مستمرة لان لان الفترة يعني دالة كثيرة حدود. والدالة قابلة الاشتقاك على الفترة المفتوحة لان الدالة كثيرة حدود. فقابلية الاشتقاك الدالة مستمرة وقابل الاشتقاك. تجي شي تسوي؟ اطلع افل اي و افل بي. هو شنو افل اي و افل بي؟ هل افل اي يساوي افل بي؟ هذا الرقم اللي هو اي تعوضه بالدالة. وهذا الرقم اللي هو بي تعوضه بالدالة. اوكي؟ اذا نواتش طلعت مستساوي معناه شروط الثلاثة تتحقق. تروح تطبق او طلع قيمة سي. نشتقل دالة. افتح ال اكس يساوي اثنين اكس ناقص اربعة. اشيل كل اكس. اخلي اخلي سي. صور اثنين سي ناقص اربعة. اصفر صفر يساوي اثنين سي ناقص اربعة. ونطلع قيمة سي. اثنين سي يساوي اربعة. يعني سي يساوي اثنين. واقول له ينتمي الفترة المفتوحة من سالب واحد الى خمسة. شوف. يعني ما يصرد سؤالي طول بيدك اكثر من ثلاث دقائق. لانه حبيبي انت انا ما رد كل شوية تكتب الدالة مستمر وقابل الاشتقاء. خصة انا عزرت لك ياها. هذه كلها عبارة عن دوار كثيرة حدود. هنا انا لا يوجد سي معناها الدالة ما تحقق. تعرفون انتو عربي يعني من يسأل بهل فممكن اقول له ايه الدالة تحقق. مو اقول له يعني. او لا الدالة ما تحقق مبرهنة رول حسب الشروط. اي شرط من الشروط لثلاثة ما يتحقق ماكو داعي تكمل السؤال. يعني اذا الدالة غير مستمر ماكو داعي تكمل السؤال بعد. اذا الدالة غير قابل الاشتقاء ماكو داعي تكمل وتروح وطلع اي وافل بي. فاذا كاتب لك لا يوجد قيمة سي معناها الدالة لا تحقق مبرهنة رول. زيان. اتحل هذه الاسئلة طبعا كلهن. اتروح وراها على دالة الساين والكوساين. اكو سؤال وزاري واحد عليها. الحلو بالموضوع احنا قلت لك السيدة نحشة كاستمرارية وقابلة اشتقاق. الحلو بالموضوع هاي الدالة كاستمرارية وقابلية اشتقاق مستمرة وقابلة اشتقاق. مطالبين فقط بدوال الساين والكوساين. تان غير التان ومطالبين بي لأن ذاك يصير ببسط مقامي يعني تعرفون التان هو عبارة عن ساين على الكوساين والسيك هو واحد على الكوساين. فذاك ما يجي ومطلوب وزاريا فقط مطالبين بدالة الساين والكوساين متفرقة او مجتمعة. يعني ساين ببحدة او كوساين ببحدة او يجي سوية بالسؤال. فهنا الحلو بالموضوع هاي تكتب الدالة مستمرة وقابلة الاشتقاق. السبب لأن الفترة تقع ضمن المجال. لأن الفترة هاي المعطاة بالسؤال تقع ضمن المجال اللي هو مجال ار. اوكي. هذا احد الاسئلة المهمة طبعا بالوزارة يطلع كوموسيات. اهنان هذا السؤال يربع لك كنقطة اولى ونقطة ثانية ونقطة ثانية ما بيها اشكال كشروط. وان راح توقف اجوز شوية اهنان بال بالاشتقاق او بعد الاشتقاق. دير بالك من تشتق مشتقة الساين اه سالب مشتقة الكوسا عفو سالب ساين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية وهنا اهمي ان مشتقة الكوساين سالب ساين نفس الزاوية مشتقة زاوية واحد بس انا عندي اثنين مالتمال قانون فها يدير بالك. وهنا انا احنا متفقين انه اكوفت مشكلة صغيرة انه الزاوية مختلفة فبعد ما تساوي بالصفر تبدل اكس بسي تحتاج احد قوانين الدوال المثلثية ذكره كبير اللي هو ساين قوانين نصف الزاوية ساين اثنين سي يساوي اثنين ساين سي كوساين السي هذا احد قوانين نصف الزاوية تمام راح تحتاج اثناء الحل وراء راح تطلع لك زاوية محورية راح يطلع لك ساين سي يساوي صفر تقول ميني الزاوية اللي ساينها صفر الصفر والباي والاثنين باي ويطلع لك اه يطلع اعتقد كوساين سي يساوي سالب واحد على اثنين هنا تروح على شغل ديموفر تختار زاية اسناد وشوف الكوساين بياربوعكم موجب سالب هذا لازم اهمينا تحل السؤال مية بالمية بيدك حال كامل اك السؤال هذا صراحة ما جاء وزاري هذا مو وزاري بس يربوها لك عليه نفس السالفة اهمينا الدالة مستمرة وقابلة للاشتقاق والتعويض سهل بس هم من راح تروح تشتقها براح تحتاج احد قوانين نصف الزاوية فعدك حيطلع لك كوساين اثنين اكس تعرفون بلا خدنا بالتكامل كوساين اثنين اكس بي ثلاث قوانين فراح تستخدم هذا القانون واحد ناقصان اثنيا ساين تربيع الاكس تستخدم هذا القانون وبعدين تحل السؤال تكمله تجربة على الاكثر سنزل حل هذا السؤال كامل لانه هاي طلاب اكيد راح يسايلون عليها هذه دالتين خلصت تروح على الدالة الثالثة اللي هي الدوال النسبية الدوال النسبية دير بالك هنا شوية تخوف قد تكون الدوال غير مستمرة قد تكون الدوال النسبية غير مستمرة دير بالك من هاي السالفة شوية شا سوي اول ما تجيك دالة كسرية تروح تطلع الرقم اللي يجعل المقام صفر اللي تعرفون سمينا ابو المشاكل اساوي المقام بيش بالصفر طلعت هذا الرقم هذا الرقم اسمه ابو مشاكل يعني مزعج فمو رأس اقول لي غير مستمرة اجعل ابو المشاكل هذا سالب اثنين ما ينتمي للفترة مالتي انا دا اشتغل من سالب واحد الى الاثنين وهذا ما ينتمي للفترة مالتنه صحيح ما ينتمي شا علي بياني فاقول له ترى ابو المشاكل لا ينتمي للفترة ما علي بيه اذا الدالة مالتي مستمرة وقابلة للاشتقاق اذا كانت الدوال النسبية مستمرة 100% قابلة للاشتقاق اذا تريد تشتق على صفحة خوفة من ابو الوزاري بس قلت لك هي كحالة 100% قابلة للاشتقاق فهنا بس يدر بالك طلع ابو المشاكل لا ينتمي لو لا زيان هو اسمه ابو مشاكل فمن ينتمي للفترة مالتك هذا الشي موزين راح يوقف الفترة مالتك يوقف الدالة مالتك بس اذا ما ينتمي فحتكون الدالة مستمرة وقابلة للاشتقاق فهنا نباعه كان ما ينتمي باع هاي الحالة نفس المبدأ اول ما تشوف دالة كسرية مبارهنة رول او مبارهنة القيمة المتوسطة تروح تاخذ المقام بيش يساوي بالصفر طلعت قيمة اكس هذا ابو المشاكل بس اون هنا ابو المشاكل ينتمي للفترة مالتي ضمن الفترة مالتي حيسوي لي مشكلة لان هذا دقيقة زيان هو من هو هذا هذا الرقم اللي يجعل المقام صفر لان اذا المقام صار صفر معناه الدالة غير مستمرة ما راح اقدر اطلع ناتج فما هيكون اكوا استمرارية زيان فهنا بما ان رقم ينتمي هذا الشي مو زيان اذا الدالة غير مستمرة اذا دواية الكسرية شغل تینسوовор ابو المشاكل تقارنوية الفترة بس تشوف اذا ينتمي الدالة غير مستمرة اذا ما ينتمي الدالة مستمرة وقابلة للاشتقاء شوف هاي ملخص الدوال الكسرية طلعوا بالمشاكل لو ينتمي لو ما ينتمي وبس خلصنا تمام زياد هناكو حالات خاصة مجابي الوزاري بس يعني مثلا نحتاجها برسم الدوال هنا شباب من تاخذ انت هذا المقام هذا ما حايد يقدر يسوي بالصفر طبعا تعرفون تنبيه على شغلة مجال الدالة R هذا شنو هذا شنو اي ما عدا R ما عدا السالب يعني مجالي R كل القيم عادي الا السالب اثنين مو عادي فدير بالك على هيتش يا سيلي هنانا من يكون المقام هو عبارة عن مجموع مربعين فما تقدر تساوي بالصفر حتى وان ساويته بالصفر باعش هيطلع لك فهنان هيتش حالة اكيد مجال الدالة هو R فهي مستمرة وقابل الاشتقاء اذا جاء فرق مربعين فهنانا قيمتين تطلع لأبو المشاكل ممكن قيم واحدة تنتمي واحدة لا فحسب فيعني هاي حالات خاصة يعني صح ما جاي بمبارهن ترول يعني بازدير بالك عليها اشعدنا بعد عندك ذني السؤال هي من الاكثر تكرارا بالوزاري على مبارهنة ترول كاشتقاق لازم ثانا تتحل هي سؤالي حاطلكاني تحل هاي الدالة الكسرية طلع ابو المشاكل وطبعا عادة لازم تطلع الدالة شباب مستمرة عادة هي مو شرط حتى تتكمل لحل السؤال فانا مدام نطيق قيم سي فالكيد الدالة مستمرة وقابلة الاشتقاق هنا الرقم اللي يجعل المقام صفر هو صفر نفسه والصفر لا ينتمي للفترة مالتنا اذا الدالة مستمرة وقابلة الاشتقاق تروح اتعوض هذا الاي والبي بالدالة تشوف اف الاي وسوف اف البي وتروح وراه هنا بالنص الثاني تكمل الاشتق الدالة اشيل اكسا خلي سي اساوي بالصفر طلع قيمة سي الدوال الجذرية هذه رادلة هوايح شي بس هم هسا رح نختصر باتبار احنا مراجعة مركزة الدوال الجذرية عندنا دوال اثنية اكو دوال دليلها زوجي واكو دوال دليلها فردي الفردي سهلة جدا فردي جدا سهلة وحلوة موضوعها الزوجي شوية تخوف ليش هنا قد تكون الدالة غير مستمرة لانه ممكن ما تحت الجذر يطلع شنو سالب يعني هنا انا خوفي من السالب اوكي ابو الوزاري ما منضحق هاي الدالة لا كجواب نموذجي ولا اي شي دير بالك احنا شو نعرف ان الدالة مستمرة للعلا تجي بصورة سريعة تعوض الارقام والتك ما الفترة اذا ما حطلع سالب ما حطلع سالب معناه الدالة مستمرة مية بالمية وقابلة للاشتقاق الجذرية لدليلها زوجي اذا مستمرة فهي قابلة للاشتقاق تمام مجال الدالة شون طلعوا ياخذ ما تحت الجذر لازم يكون اكبر او يساوي الصفر صح نقلت هذا سالب الثاني هنا طلع لي اكس اكبر من الثاني لازم مجال الدالة قيم اكس تكون لازم كلها اكبر من الثاني وهذا الشي هو اللي عندي بالفترة مالتي اذا الفترة تقع ضمن المجال شوفوا هنا انا تذكرون قلت لكم جنة ونار اكو مكان يحرق يقدير بالك هذا كله سالب يطلع ما تحت الجذر وكو مكان لا يطلع موجب ما تحت الجذر فاحنا اكيد لازم نريد الفترة مالتنا بالمكان الموجب صح فهنا الفترة تقع ضمن المجال هيجي السؤال باعه ثلاثة ناقص اكس من تجي تعوض الاربعة هنا اربعة ثلاثة ناقص اربعة هيطلع سالب واحد مو فهذه الدالة غير مستمرة لان الفترة لا تقع ضمن المجال شنو مجالي اخذ المقام لازم المقام ما تحت الجذر اكبر او يساوي الصفر يعني موجب حتى لو صفر عادي يطلع بس موجب او صفر هنا انا باعو وطلع لي ثلاثة اكبر من اكس معنا قصد ال اكس اصغر او يساوي ثلاثة يعني لازم اريد قيم اكس اللي اصغر من ثلاثة حتى ما يطلع ما تحت الجذر سالب فحنا اتفقنا نتعوض هاي الارقام اذا ما طلعت سالب فالدالة مستمرة وقابل الاشتقاء هنا انا اكو مشكلة صغيرة اللي هي من يجيني تربيع شرحتها بالتفصيل هنا انا انا هاي من يجيني تربيع تحت الجذر هاي بعضين نحجة عليها من يجيني التربيع تحت الجذر يعني هي جي 25 ناقص اكس تربيع او اكس تربيع ناقص 25 يعني مو زائد لان اذا زائد مجال الدالة حيكون ار هنا مجال الدالة حيكون عبارة عن فترة من الى اجدر هسا انا شا سوي ااخذ هذا ما تحت الجذر اقول اكبر او يساوي الصفر نقلت السالب اكس تربيع مننا اوكي فده يقول للأكس تربيع لازم اصغر او يساوي 25 اجدر طرفين عادي هيصر الاحس الاحس موجب سالب 5 هنا معناه الفترة مالتنا من سالب 5 الى الموجب 5 هذا المجال ما تدالة مجال الدالة صغيروني مجال الدالة عبارة عن من سالب 5 للخمسة قلت لك اذا تريد تعرف واحد يقول ليش مو اخذ هاي الارقام البرا يعني اكبر من 5 او اصغر من سالب 5 انا علمتكم وتخلون الاعداد كلهم ذني وتجي تجرب اكبر من الخمسة تاخذ رقم الخمسة رح تضطي صفر بين السالب 5 و الخمسة رقم السالب 5 تجربها رح تضطي صفر اصغر من السالب 5 رح يضطي صالب هاي اللي ردي يتعمق بها مشروحة بالتفصيل احنا شنا داعب هاي الدوخة يا حبيبي تجيب هذا الرقم تعوضه هنا سالب 4 تربية سالب 5 ناقص 16 ها 25 ناقص 16 9 عوض الصفر همين رح يطلع لك رقم وجب اذا 100% دالة مستمرة فبس دير بالك هاي الحالة جايب الوزاري انه هنا مجال الدالة عبارة عن فترة من سالب 5 ل5 واكو بالعكس اذا اجي اكس تربية ناقص رقم فمجال الدالة عبارة عن R ما عدا الفترة المفتوحة من سالب 5 ل5 طبعا ما غلطان فترة مفتوحة اكيد تكون فهذا يعني رلة تعمق انت تقدر تتجنب هذي سالفة بس مجرد تعرف انه اذا طرفي الفترة واحد منهم طلع سالب فالدالة غير مستمرة اذا ما حد طلع سالب فالدالة مستمرة لا تنسى ابو الوزاري يريد اثبات الاستمرارية بالدوال الجذرية اللي دليلها زوجي فقط يريد اثبات الاستمرارية لمتو اف لمتو اف لمتو اف راجع هذي ربها لك هذي ما الاثبات الاستمرارية اذا الدالة الجذرية دليلها فردي اذا الدالة الجذرية دليلها فردي اجاني هذا السؤال خلي نقوله سي راح نبدي بس شوي نغير من الصفر هنا اخلي من الصفر للسبعة اوكي هنا انا الدالة الجذرية اللي دليلها فردي هاي ما تخوفني بالاستمرارية لانه ما تحت الجذر عادي يكون موجب وعادي يكون سالب وعادي يكون صفر كل شي عادي ما تحت الجذر عادي يكون موجب وعادي يكون سالب وعادي يكون صفر فهنانا مجال الدالة ار مجال الدالة ار فمية بالمية مستمرة مو مثل الدليل زوجي بس هاي الدالة الوحيدة اللي لازم اشتقها لانه تقدر قد تكون مستمرة بس غير قابلة للاشتقاق لأنه هذه ممكن بعد الاشتقاق تنزل جوة تتحول إلى دالة كسرية وإذا تحولت إلى دالة كسرية لازم أروح أتشيك أبو منه أبو المشاكل فأدير بالك فأني كلها نفس الأسرة أخذ لك ياها بس أغير بالفترات شي سوي حبيبي لازم يجباري هنا نهاية بقابلية الاشتقاق هذا الحد شي قابلية الاشتقاق تروح شي سوي تشتق الدالة تشق قبل المشتقة 2 على 3 اشتق الدالة نزل العس القوس نفسه أطرح العس من واحد طبعا تنبيه الدوال الجدرية الدليل زوجي ما عليها سؤال مبارا نترول لحد الآن ما جاء عليها سؤال لا بالكتابكو ولا بالوزاري اشتقيت الدالة وكملت الدالة والله أشو هاي نزلت جوة مصاح تشوفها نزلت جوة فمن نزلت جوة لازم نطلع قيمة اكسل اللي تجعل المقام صفر مبين اش قد والله مبين السالب واحد لأنه سالب واحد وموجب واحد صفر تحت الجدر صفر فيه ثلاثة صفر فالرقم اللي يخلي المقام ما المشتقة صفر هو سالب واحد بس مثل ما تشوفون هنانا السالب واحد لا ينتمي سالب واحد أنا سأخذت سالب واحد لا ينتمي نار دخليها لا ينتمي للفترة من الصفر الى السابع أنا غيرت الفترة بكيفي هذا سالب واحد ما ينتمي اللي سوى مشاكل ما ينتمي إذن الدالة مستمرة وقابلة الاشتقاق حدو الحشي زيان نفس السؤال بس شوية هنا حدود تكامل تختلف زيان هنا سويت لك أحط رفي الفترة سالب واحد همينه راح تجي بمانية دالة جدرية دليلها فردي فلازم تشتقل دالة لأنها مجالها آر فهي مستمرة بس ممكن من أشتقها تنزل جوه ويصير دالة كسرية ويطلعها بمشاكل فالصدق صارت كسرية طلعنا بمشاكل سالب واحد انتع بالك السالب واحد ينتمي دير بالك دير بالك احنا دي نحكي على قابلية اشتقاق وقابلية الاشتقاق ميت مرة قلنا فترة مفتوحة فهنانا السالب واحد لا ينتمي للفترة المفتوحة ما ينتمي مو ماتحة تقولي شلوه مو بالسؤال مغلقة حبيبي هو بالسؤال دائما حينطي مغلقة بالسؤال دائما حينطي مغلقة بس انت استمرارية تبقى مغلقة قابلية اشتقاق وقيمة سي تصير مفتوحة فهنانا السالب واحد شبي لا ينتمي للفترة المفتوحة من سالب واحد للسبعة ما ينتمي تمام لانه هو حط رفي الفترة السؤال الثالث نفسه داه شبع وانا نفسه سأل اذا اجا مثلا من سالب 2 هو هذا اللي اجا بالوزاري من سالب 2 الى السبعة فراح يطلع قيمة X اللي تجعل المقام طبعا نفس المبدأ نفس السؤال واذا اقولكم قيمة X اللي تجعل المقام صفر شبيهة تنتمي تنتمي الى الفترة المفتوحة فالدالة غير قابلة للاشتقاق وجايه يجسؤال شفت شون كم حالة مرة مبين اصلا برة ما ينتمي مرة عبالي ينتمي يعني بس طلع لا لانه فترة مفتوحة هنا انا ينتمي وهذه السؤال همي اللي ممكن يجي وزاري هذي دير والك على هذا السؤال كلش سمح لوله عندك منطيك همي دالة جذرية ذليلها فردي ما تخوف لانه مجالها R بس دير والك وين بقابلة الاشتقاق فاش يسوي لازم اجي اشتق الدالة هنا هاي الدالة من اشتق ما نزلت جوه اصلا ما صار عندي مقام فمية بالمية الدالة قابلة للاشتقاق فهي اذا كان الجو اكبر من البر فهاي الدالة ما تنزل جو ما راح يطلع سالب اصلا خليها الشغلة هذا الحج صال نساء نحش عليك فقط سؤال واحد ضفت لك فقط هذا السؤال على الدوال الجذرية الدليل الفردي بعد ما جاء وزاري بس مرشح ان يكون وزاري فضروري تحلى على كيفك وتفهم فهم هذا هو النوع الاول كوزاري هذا كل اللي جاء بالوزاري هاي كل الدوال اللي جاء بالوزاري عدنا نوع ثاني ما علي اسئلة يعني اكو علي اسئلة بس قصدي ما اكو داعي نكتب لك علي اسئلة بس تنويه بسيط يطي دال لو ينطي فترة نفس الشي وهنا يقول جيت قيمة سي التي تحقق مبارهنة رول يعني متأكد ان الشروط مبارهنة رول راح تتحقق ويريد بس قيمة سي لا ادير بالك هنا انا اهم انا تكتب الشروط مية بالمية حتى لو داي يقول لك جيت قيمة سي التي تحقق مبارهنة رول حتى لو متحقق رول عدري حبيبي رحم الله والدي اكتعب نفسك ويكتب الشروط لان بيتجاوب النموذجي الشروط تنكتب اوكي خلي هذا شغل بالك زين شنو عدنا بعد عدنا نوع ثالث اكيد مهم اللي هو موضوع المجاهيل دير بالك على هذا النوع المجاهيل اللي تجي مبارهنة رول دير بالك الله يخليك من هذا النوع ينطي داله ينطي داله وينطي فترة مالتها ويقول لك يا بق هاي الدالة تحقق مبارهنة رول اوكي واكو ثوابت مجهولة بالدالة او بطرفي الفترة ثوابت مجهولة بالدالة او بطرفي الفترة اكو سالفة صغيرة انه لازم اها بقى قد تكون الثوابت في الدالة فقط وطرفي الفترة معلوم عادي اكو يجسؤال يعني حاطي لازم المعطيات تتناسب مع عدد الثوابت المجهولة يعني اذا اكو ثوابت اثنية مجهولة لازم تلقف معطيات اثنية المعطيات اللي جاية بالوزاري هي ثلاث معطيات زائد ان الرابع ممكن ايجي احكتب لك اذا نطاق قيمة سي هو بالسؤال حينطي قيمة سي احنا جقلنا اكو مجاهيل اكو مجاهيل حيكون بالدالة فش هستفاداني من سي ارجع على خطوات السي حبيبي حتى اطلق المجهولة اللي بالمعادلة لانو احنا السي شون طلقنا تشيل الاجس نخلي سي اساويب الصفر تشنا نطلع سي هسا نعوض سي تشنا نطلع سي هسا نعوض سي فانتهم راح تشتق الدالة تشيل الاجس تخلي سي بمكان ما يعني طبعا ساويب الصفر مكان ما تشنت تطلع سي سراح تعوض السي حتى تطلع احد مجاهيل السؤال سي اذا نطلع طبعا اذا نطلع طرفي الفترة بهاي الطريقة مثلا حتى لو واحد بها مجهول فتعرف احد شروط رول انه يعني هذا معلوم وهذا مجهول احد شروط رول انه افل اي لازم يساوي افل بي راح يطلع لي واحد صفحة يقول يش مدرك من الساوي تستفاد من الشرط الثالث حتى تطلع مجهول بالطرف باحة طرفي الفترة يعني هذا او هذا اوكي اذا نطاك مثل هذا الشي المكتوب قدامك افل اثنيا يساوي رقم هذا قصد يعني هذا شباب قيمة اكس وهذا قيمة شنو واي كل اكس واي وين يعوض بالدالة كل اكس واي بالدالة يعني اذا اوضح لك شوية عليه السؤال وين ها هذا السؤال نطبك افل سالب داعش يساوي افل سالب واحد ساوي داعش يعني هذا اكس وهذا واي فانت عندك هذا واي وعندك اكس تقدر تطلع المجهول همين ما تدال فدي ربالك افل رقم يساوي رقم هذا اكس واي ترى والاكس واي تعرف مكانه وين يعوض بالدالة فهنان اذا نطاك فهذا معنا هذا يمثل اكس واي فهذا يمثل اكس يمثل واي فأكيد تشمره وين تعوضه بالدالة حتى تطلع مجهول المعادلة افل فد معطى حفوا اذا اعطى افل فد معطى اذا اعطى اذا اعطى اف فتح السالب مثلا اثنين يساوي ستة هذا همين اكس بس هذا هاي المشتقة هاي الميل هاي المشتقة فهنان اعتبر عمي اكس واي بس هذا اكس واي يعوض بالدالة هذا لازم يعوض بالمشتقة فهنا تشتق الدالة مالتك مثلا خلي نقول اكس تربية زال اثنين اكس فحصير اثنين اكس خلي نقول زال اثنين اكس حصير هنا اثنين اكس زال اثنين تشتقى عندك X جد سالب 2 والناتج عندك A6 فهنا هذا الناتج يمثل Y لأنه F F أعوض بالF مباشرة F فتحة أعوض بF فتحة في 2 تعتبرها أنت غلس بيناتنا X و Y ثياناته بس واحد حنعوضه بالدالة ولا حنعوضه بالمشتقة فإذا انطاك F فتحة يساوي رقم دير بالك من عنده فهذا معنى X والناتج يتعوض بالمشتقة 6 تتعوضها بالمشتقة هذه هي تفاصيل مبارنة رول عندك هنا أسئلة هذه السؤالية سهلات هذا السؤال همينا سهل بسيط أغلب الطلاب راح يسئلوني على هذا السؤال هذا السؤال خارجي هذا السؤال مو وزاري هذا السؤال مو وزاري بس همينا أعتقد راح تحتاج الحل ما لهذا السؤال فكر بي عنده قيمة C تستفاد من عندها تسوي معادلة رقم واحد أوكي وعندك ذني أفل A و أفل B تسوي معدها معادلة رقم اثنين وتحل بالتعويض هذه كل ما يحتوي الموضوع مع المبارنة رول نص ساعة تقريبا يعني تقريبا نص ساعة خلصنا المشابه إلى مبارنة القيمة المتوسطة نفس الشي راح حمينا ينطي دالة وينطي فترة ونفس الدواء الممكن تجيك الفرق الوحيد هنا شروط اثنين استمرارية وقابلية اشتقاق فقط يعني ماكو داعي تروح تشيك أفل A و أفل B مساوي اللو لا وهنا لقيمة C فرقه عن ذاك اشتق الدالة نشيل الأكس نخلي C أساوي بالصفر أطلع C نفس المبدأ هنا هم راح اشتق الدالة أشيل الأكس أخلي C بس ما أساوي بصفر أساوي برقم هناك احنا منشنا نساوي بالصفر لأنه الميل كان صفر لهنا الميل إلى قيمه معينة فالرقم من أطلعه أطلع من هذا القانون فاحنا من يجي نكتب قيمة C أقول للدالة تحقق مبارهنة القيمة المتوسطة ويوجد قيمة C التي تجعل ميل الوتر يساوي ميل المواس باعوا ميل المواس سوين اشتقيت الدالة معناه ميل ميل الوتر هذا القانون تعرفوه هذا دلتا وي على دلتا اكس هذا ميل لهو F في البي ناقص F في الاي على B ناقص أي فمن تجيك سؤالي حقق مبارهنة القيمة المتوسطة رأسنا تروح على ميل الوتر طلع F في الاي ويطلع F في البي وراء تعوض كله بهذا القانون قلت لك ترهو هذا مبدأه هو دلتا وي على دلتا اكس مبدأه اللي هو يمثل ام يمثل ميل على مودة تروح على صفحة ميل المواس تروح على الدالة تشتقها تشيل الأكس تخلي السي الساوي بالرقم اللي طلعته مننا وطلع قيمة سي وتأخذ فقط اللي تنتمي للفترة المفتوحة نوع أول نفسه هو ينطي دالة وفترة ويقول هل الدالة تحقق مباراة انت القيمة المتوسطة همينا اللي جاي اكثرية دوال كثيرة حدود كلها حلها اكو هنا عندك دالة كسرية بعد مدى احتي بالاستمرارة قابلة تشتقها باعتبار اخذناها اكو هذا السؤال مهم جدا دالة جذرية دليل فردي بس ما يحقق وهذا همينا مهم جدا لني تندر اختياناتها وعلى نفس المبدأ همينا اكو مع الموضوع مجاهيل هم ينطيك دالة وبيها مجاهيل هس الفرق شباب انه هنانا بس خلي قبل لنروح انه اكو شرطين فقط وبقيمة سي ما تساوي برقم العفو ما تساوي بصفر تساوي برقم الصفر اذا تريد تفتهمه فهو ميل الصفر ما الرول هو ميل ميل كان صفر نالا تجيب الرقم منها هنا وتكمل حل السؤال اسئلة المجاهيل نفس الشي همينا ينطيك مجهول بالدالة او بالفترة فنفس المبدأ ممكن ينطي قيمة سي من ينطي قيمة سي همينا اشتغل انه ابلش اشتاق الدالة اشي لكس اخلي سي يعني شدنا نطلع سي اعوض سي على مدطلع الرقم او اعوض سي مثلا على مدطلع مجهول مع المعادلة فهنان على الاكثر يكون المجهول بالدال بعحة طرفه الفترة ممكن ينطيك ميل الوتر او ميل المماسي يعني ينطيك الرقم دير بالك هاي الاسمين هالرقم اللي احتاجه بالسؤالاني اللي هو اما افل بي ناقص افل اي على بي ناقص اي هذا هنا يساوي رقم هو نفسه او مال مشتقة من اشتاق بيش يساويها من ساوي برقم فكون ماكو تفاصيل وممكن ينطيك افل اكس يساوي رقم يعني نفس ما المباراة نترول المطلب الاخير العفو المعطى الاخير الثالث الرابع ويطي مشتقة نفس المعطيات هذة هذا ما علي برول يعني يقول لي افل ثلاثة افل ثلاثة يساوي عشرة يعني هذا اكس وهذا واي ممكن يقول لي افتحة فنعمض بالمشتقة بس هنا الوارد وزاريا ينطي قيمة سي تشتغل شغل بالعكس يعني شون يعني باع هاي الدالة مجهولة عندك بقاحة طرف اي الفترة شا سوي انت تشتغل الدالة تشيل ال اكس شا تخلي تخلي سي اتعوض سي على مو تش تطلع على مو تطلع الرقم وترجع تطيذي شا صفحة جنا بالعكس جنا روح نجيب الرقم من انا من افل بي ناقص افل اي ونطيض صفحة ميل الماس على مو تطلعون قيمة منه سي يسا بالعكس انا عندي سي اطلع الرقم والرقم رجع على القانون والتأفل بي ناقص افل اي على بي ناقص اي هذي سؤالين جاية وزاري همينة حلها بيدك لهنا انا هاي بأقل من اه خمسة واربعين دقيقة تقريبا راجعنا مبارهنة رول ومبارهنة القيمة المتوسطة كفرق بياناتهم كاستمرارية وقابلية اشتقاق ما كفرق الدوال ممكن تجيك هنا وهنا ممكن نفس السؤالة خليك يجي مبارهنة رول او يجي مبارهنة القيمة المتوسطة دير بالك على اسئلة الثوابت يعني تحتاج تقريبا لهاي الموضوعين يعني من ثلاثة الى اربع ساعات الضبطة ان شاء الله في امان الله اشتركوا في القناة